موسيقى أولاً طبعاً هذه الزيارة الرسمية من المكتب الأقليمي لمنظمة الأغداء والزراعة الفاو لسوريا تأتي في إطار المتابعة المكتب الأقليمي للبرامج المشاريع التي ينفض على المستوى قطع سوريا عندها قبيعة خاصة بلد مرت بعشر سنوات من الحرب الداخلية لأتت وقضت على العديد من المقدرات والدنيا التحتية المتعلقة بالتنمية الزراعية وآليات ومنظومة الأمن الغدائي بصفة عامة من المشاريع التي لها أثر فعال أتدرج أنها في أولوياتها أول مشروع هو إعادة تطوير وتأهيل المنظومة المائية لأن الأثر كبير جداً يعني قناة واحدة بـ 80 كم يعاد تأهيلها هناك ألاف المزارعين المستفيدين بها وبالتالي المنتجات التي تنتج من هذه الأراضي هناك مئات الألاف المستفيدين من هذا العداء يأتي في المرحلة الثانية هي المساعدات المباشرة للمزارعين من حيث الأسمدة وبدار خصوصاً متعلق بالقمح وبعض المنتجات الأخرى هذا من الأشياء المهمة لأننا نتكلم على فئة من المزارعين هجروا الأرض ورجعوا ولم يجدوا شيء في الأرض لا بدور ولا أرض ولا أسمدة فبالتالي هم محتاجين الماء الوحدة لا يكفي وهو مكمل للمرحلة الأولى ولكن يجب أن يتوسع ويجب أن نضع آلية مع المسؤولين في الدولة اللي وضع تدوير ذاتي لموضوع الحبوب بشكل سنوي يأتي في المرحلة الثالثة المساعدة المباشرة لبعض رواد الأعمال سواء كان مجمعات التصنيع والإنتاج المنتجات والتفرزها وإعادة بيعها أو المبادرات رواد الأعمال في المناطق الخرفية أثبتت هذه المشاريع قدرتها الكبيرة على إعادة توطين هؤلاء النازحين في المناطق الخرفية وبالتالي بث فرص وأمل الحياة مرة أخرى في هذه الأماكن وهذه المناطق وإعادة فتح فرص العمل وفرص العيش الكريم لأصحاب هذه المنطقة موسيقى 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 موسيقى